رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يواصلون الليلة بالنهار من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وشعارهم كن جزءا من أمن الوطن هؤلاء الرجال يجوبون أرض الوطن لمطاردة المجرمين لا سيما تجار المخدرات وناقليها إدراكا منهم بفداحة أضرار آفة المخدرات في المجتمع ويعملون على وأد هذه الكارثة التي اعترف وزير الداخلية عثمان الغانمي بسعة انتشارها وهو ما يعني أن العراق يواجه كارثة مجتمعية خطيرة لكن أبطال الجهاز يقودهم حميد الشطري الذي يوصف بأنه من الشخصيات المهنية منذ كان مديرا عاما للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وتتمحور مهام الجهاز في جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن التنظيمات الإرهابية والفئات المعادية للدولة ومتابعة كل ما يتعلق بنشاطاتها إلا أنه كرس جهده لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين من دون أن يهمل واجباته الأخرى وبالإضافة إلى الحرب التي يشنها الجهاز على تجار المخدرات فإن للجهاز صولات وجولات حقق من خلالها إنجازات كبيرة في مجال مكافحة تنظيم داعش واستطاع اعتقال مئات المنتمين للتنظيم الإرهابي عقب عمليات التحرير عام 2017 ففي منظور هؤلاء الفتية فإن داعش والمخدرات وجهان لعملة واحدة اشتركوا في القناة